اشتركوا في القناة فتح المساجد لصلاة الفجر فقط في جميع المناطق وحسب جهزية كل منها الإبقاء على تعليق صلاة الجمعة عدا جامع مركز أحمد الفاتح الإسلامي بعدد محدود اقتصار فتح المساجد على أداء صلاة الفجر للرجال فقط ويمنع فتحها لأي غرض آخر أن يكون فتح المساجد تحت إشراف ورقابة إدارة الأوقاف المعنية وتبعا للإشتراطات الصحية سيتم إيقاف الصلاة في المساجد التي لا تلتزم بالإشتراطات الصحية والتنظيمية والتي تمثل خطرا على الصحة العامة وأكدت الوزارة أن الشروط اللازمة للعودة التدريجية في إقامة العبادات الجماعية وفق الاحترازات والاحتياطات والاستعدادات اللازمة وفق ما تحددها الجهات الطبية المختصة وتحت رقابتها وتتمثل فيما يلي منع التجمع والتزاحم عند أبواب الجوامع والمساجد خلال عملية الدخول والخروج منها مع ترك مسافة لا تقل عن مترين بين كل شخص وآخر فتح المسجد قبل الصلاة بعشر دقائق وتحديد الوقت بين الأذان والإقامة بخمس دقائق واغلاق المساجد بعد انتهاء الصلاة بعشر دقائق واخراج المصلين منها بعد انتهائهم من الصلاة بشكل متدرج ومنظم من دون أي تأخير أو تزاحم منع المصلين من المكوث في المسجد من بعد الصلاة والتوجيه بأداء السنن في المنازل توجيه الناس لأداء الصلاة في المساجد الأقرب إلى بيوتهم منع دخول المرضى والنساء والصغار دون خمسة عشر سنة للمساجد مع حث كبار السن على أداء الصلاة في البيوت إن كانت هناك أسباب شرعية تدعو لذلك يمنع منعا باتا لمن كان عنده يقين أو غلبة ضن بأن حضوره للمسجد سيتسبب في مرضه أو مرض الناس بالدخول إلى المساجد ووضع عقوبات رادعة وواضحة لذلك إغلاق أماكن الوضوء والحمامات ودورات المياه والثلجات وصنابير المياه بشكل كامل مع توجيه الناس بالوضوء قبل الذهاب للمسجد إلزام المصلين بإحضار سجاداتهم الشخصية معهم ومنعهم من تركها في المسجد بعد الصلاة إلزام المصلين بارتداء الكمامات قبل دخولهم للمسجد وعند تواجدهم بداخله مع عدم إدخال أي شخص لا يرتديها قياس درجة حرارة المصلين قبل دخولهم للمسجد والتأكد من عدم وجود أي أعراض عليهم حثوا الناس لاستخدام المعاقمات والمطهرات الخاصة بالأيدي والملابس قبل دخول المسجد جعلوا أبواب المسجد مشرعة قبل الصلاة وبعدها لتسهيل عملية الدخول والخروج وحتى لا يلمسها أي أحد بقدر الأمكان مع تعقيم المقابض بعد كل صلاة بشكل مستمر رفعوا جميع المصاحف مع منع استخدامها وتوجيه الناس بقراءة القرآن من مصاحف حفهم الخاصة وهواتفهم المحمولة يراعى التباعد الجسدي بين المصلين من جميع الاتجاهات تعقيم الكراسي مع تقليل عددها بحيث لا تتجاوز مقدار الحاجة الفعلية ومنع الناس من المصافحة